السلام عليكم طلابي العزاء اليوم نحن نبدأ محاضرة مناهج بحث للمرحلة الثالثة قسم الحاسبات اليوم نحن نتناول موضوع هو مجتمع البحث وعينته محدثتكم ست نور إن شاء الله تكونون بخير في المحاضرات السابقة تناولنا موضوع مجتمع البحث وعرفناه على أنه هو جميع الأفراد أو الأشخاص أو الأشياء اللي تشكلنه مجتمع للبحث اللي يريدنه درسه وعينناه أنه يكون مجتمعين مجتمع مستهدف ومجتمع متاح المجتمع المتاح هو اللي ممكن تختار منا مجتمعك المستهدف لذلك إذا أخذنا مثلاً موضوع أثر الواجبات البيتية في تحصيل طلبة الصف الثالث المتوسط فإنه مجتمعنا لحيكون طلبة الصف الثالث المتوسط لمدارس العراق كلها لذلك مستحيل نقدر ندرس هيتش مجتمع نحتاج إلى اختيار عينة من عنده واختيار العينة اللي حيمر بعدة مراحل أول شي لازم نعرف شو هي العينة العينة هي الجزء الممثل من المجتمع بجميع حناصره وبجميع خصائصه لذلك لازم تكون العينة المختارة هي من ضمن المجتمع يعني ما معقولة أني أختار مثلاً عينة صعوبات اللي تواجه طلبة الصف الثالث المتوسط واختار عينة بمرحلة ثانية لازم تمثل جميع خصائص المجتمع طبعاً وإذا ردنا مجتمعنا مثلاً بهذا الموضوع هو مجتمع مدارس حكومية ومدارس أهلية ومدارس الطلبة الخارجيين لذلك مستحيل نقدر ندرسه لح نختار مننا عينة اختيار العينة يكون لعدة أسباب مثلاً إذا كان مجتمعنا كبير مستحيل تقدر تدرسه تختار عينة من عنده إذا المجتمع تشبير إذن الوقت والجهد اللي حتاجه على مدارس هذا المجتمع تشبير أو كثير بعدين ما مكدعي أنه إحنا ندرس المجتمع الأصلي إذا عندنا إحنا عينة ممثلة إلى وطبعاً أكيد المجتمع اللي حتختاره يصعب التعامل يعني إذا هو محافظات مثلاً فأنت تختار عينة تمثل هذا المجتمع العوامل اللي لح نختار بها المجتمع أول فكرة تأثر على اختيار العينة هو التجانس شو يعني التجانس؟ يعني أنه أفراد المجتمع متجانسين متآلفين متماثلين من نفس الخصائص يعني عمر فكر ذكاء إلى آخره يعني مثلاً مجتمع الثالث المتوسط هو مجتمع متجانس ليش؟ لأنهما من نفس العمر من نفس تقريباً مستوى الذكاء والفرق قليلة بينهم بس لو أخذنا فكرة طلبة كلية بغداد لا صعبة بيها هندسة بيها مثلاً آداب بيها إلى آخره هذا يعتبر مجتمع غير متجانس يسموه متباين لأن بيه مجموعة من التخصصات اثنين اسلوب البحث طبعاً اسلوب البحث كل شيء يأثر على اختيار العينة إذا كان بحثك تجريبي فهو 30 فرد فما أقل يفضل يعني بهالمجموع إذا البحث ارتباطي ما بين 40 إلى 50 بس البحث الوصفي يأخذ أكثر من 100 فما أفوق بالأقل 100 ثالثاً الدقة المطلوبة في البحث ثالثاً إذا كان الدراسة أو الهدف من البحث هو آراء وأفكار فإن حجم العينة يكون قليل بس إذا أنت تريد دقة عالية لازم مجتمعك يكون أو أقصد حجم عينتك كبير إذا مجتمعك كبير أربعة حجم المجتمع الأصلي يعني إذا كلما طبعاً كبر المجتمع كلما زادت العينة نوع التصميم التجريبي أخذناه إنه حجم العينة يحدد نوع التصميم التجريبي بدينا نشتغل عليه لحنا نجي إلى أنواع العينات أنواع العينات تقسم العينات إلى عينات احتمالية وعينات لا احتمالية العينات الاحتمالية إلها مجموعة من الأنواع والعينات اللا احتمالية إلها أشكال أخرى لحنا نبدأ نشرح عن العينات الاحتمالية أول شي بالعينات الاحتمالية هي العينة العشوائية هي العينة اللي يكون بيها كل فرد إلى حصة أنه يكون من ضمن أفراد المجتمع يكون من ضمن أفراد العينة بحيث إذا إحنا عندنا مثلاً مجموعة طلاب الريد نختار منهم عينة عشوائية بسيطة مثلاً خليناً عشر أشخاص الريد نختارهم كعينة فأنت بمجرد القرعة تاخذ عشر أسماء هل تكون عينة عشوائية بسيطة كذلك هنا مثلاً مثال إذا كانت طلبة كلية فهذا المجتمع غير متباين طبعاً مشكلة العينة العشوائية أنه إذا ما متجانس المجتمع فالعينة يكون بيها خلل لذلك يفضل دائماً تجانس المجتمع شان يتم الاختيار هسا قلنا؟ القرعة أول شي القرعة أنه قصصات وتنكتب بيها مجموعة من الاسماء وتسحب بيها فكرة الثانية اللي عندنا هي جدول الأرقام العشوائية لاحظوا هذا جدول أرقام عشوائية من الواحد للمية تختار بشكل يا أما بشكل عمودي أو أفقه أو قطري ويختار مثلاً عشر أشخاص هذول الأشخاص اللي طلعوا من العشرة للواحد وتسعين مثلاً شون الصورة هذول يسموهم عينة هاي طريقة لاختيار العينة العشوائية من غير القرآن نجي إلى العينة العشوائية الطبقية النوع الثاني من العينات هي العينة اللي يتم فيها تقسيم المجتمع إلى فئات أو طبقات تمثل خصائص المجتمع ويتم الاختيار عشوائي ضمن كل فئة تختلف العينة العشوائية الطبقية عن العينة العشوائية البسيطة بإنها تشترط التجانس ليش ما تشترط التجانس لذلك هي تناسب المجتمع متجانس خل أنطيكم شوية مثال عنه خلنا أخذ هذا المثال مثال للعينة العشوائية الطبقية إذا كان لدينا مجتمع كلية تربية أساسية للأقسام العلمية متكون من ألف طالب قسم الحاسبات بـ 200 طالب قسم الرياضيات بـ 400 طالب قسم العلوم بـ 400 طالب أيضا المطلوب منك عينة متكونة من خمسين طالب توزعهم وفق الطبقية أو وفق التوزيع الطبقية أو وفق العينة الطبقية شو الله هنحل أول شيء عندنا قانون يقول حجم عينة الحاسبات نحن نبدأ حجم كل عينة من العينات أو المجتمعات التي نطعنا إياها نحن نأخذ عينة منها يعني المجتمع للحاسبات والرياضيات والعلوم حجم العينة في عدد طلابها على حجم المجتمع عندنا عينة الحاسبات 211 في 50 مطلوب العينة على ألف المجتمع تطلع 10 حجم الرياضيات عينة الرياضيات نفس الحالة تطلع 20 حجم عينة العلوم تطلع أيضا 20 من تجمع بالنهاية 20 زائد 20 زائد 10 يطلع لك حجم العينة الأصلية المطلوبة وهو 50 نرجع إلى الفكرة الثانية من العينات الآن ننتقل إلى نوع آخر من العينات الاحتمالية هي العينة العشوائية ذات المراحل المتعددة يعتمد هذا النوع من العينات على تقسيم وحدات المجتمع إلى عناصر أو فئات تستخدم كوحدات معاينة تسمى وحدات أولية ومن ثم تقسم إلى وحدات ثانوية يعني نفسها المرحلة تقسم نطيقكم هنا مثلا محلات ونقسمها إلى مجموعات يعني إذا عندنا 10 قطاعات سيختار 4 قطاعات ويختار منها 10 محلات نحن نطيقكم مثال ثاني إذا كان عندنا مجموعة مدارس بغداد نحن نقسم المدارس إلى مدارس كرخ ورصافة هذه هي الطبقة الأولى يسمها أو هاي المرحلة الأولى مطبقة المرحلة الأولى ثم نقسم مدارس الكرخ والرصافة إلى الكرخ كرخ أولى كرخ ثانية كرخ ثالثة الرصافة رصافة أولى رصافة ثانية رصافة ثالثة هاي المرحلة الثانية نجي إلى المرحلة الثالثة اللي هي ناخذ من مدارس الكرخ الأولى والكرخ الثانية مدرسة معينة كانت تكون نختار مثلاً مدرسة من الكرخ الأولى هاي ومن الرصافة مثلاً الثالثة هاي بالقرعة طبعاً نختارها ومن ثم من المدارس مجموعة المدارس الموجودة بالكرخ الأولى مثلاً والرصافة الثالثة اللي طلعت لنا بالقرعة لحن نختار قائمة المدارس لحن نختار بالتعين العشوائي المرحلة الثالثة اللي هي مدرسة من هذه المدارس هذه سموها العينة المراحل يعني عندنا المرحلة الأولى كانت بس نوع القطاع اللي هو كرخ أولى مثلا كرخ ورصافة وراها قسمنا إلى كرخ أولى ورصافة أولى مثلا وإلى آخره من الكرخ والرصافة اختارنا مديرية واحدة من المديرية طلعنا المدارس ومن المدارس اختارنا مدرسة واحدة وممكن من المدرسة الوحدة تاخذ مرحلة واحدة من المرحلة الوحدة تاخذ مثلا إذا بيها ستشعة بالمرحلة تاخذ مدرسة واحدة تتشوفون كم مرحلة؟ يعني فتست أو خمس مراحل لعينة انت ده تختارها ومن ثم ننتقل إلى هذا يشرح لكم العينات المراحل أو المتعددة المراحل نجي إلى النوع الآخر اللي هي العينة العشوائية المنتظمة طريقة اختيار هذا النوع تأطي فرصة متساوية للأفراد بحيث تكون المسافة بين كل فرد وفرد ثابتة لذلك يسموها أيضا العينة ذات الفترات المتساوية خل أنطيكم مثال عليها ننتقل إلى مثال عليها إذا عدنا مجتمع متكون من خمسمية طفل المطلوب اختيار خمسين طفل منهم لح نتبع الخطوات التالية على مهود نقسمهم وفق العينة المنتظمة المطلوب منك أنك تختار عينة منتظمة منعتهم عينة عشوائية منتظمة منعتهم شون نحن نبدأ نشتغل؟ أو شون تحليها للسؤال؟ أول شي تكتب واحد نقسم الأطفال ونوزعهم من واحد إلى خمسمية بحيث كل طفل يأخذ رقمه من الواحد للخمسمية وراها نجد فترة أو طول الفترة اللي يتمثل حجم المجتمع على حجم العينة المجتمع معنا خمسمية طفل على العينة اللي نريد نختارها هي خمسين طفل إذن الفترة هي عشرة نختار رقم عشوائي المهم أقل من عشرة كان يكون مثلاً سبعة بالتعيين العشوائي يعني بالقراءة نأخذ مثلاً رقم سبعة طلعنا نبدي نعتبر رقم سبعة الطفل اللي يحمل الرقم سبعة هو الطالب الأول بالعينة وراها نزيد عشرة يعني سبعة زائد عشرة سبعة وعشرين نصيح الطفل أبو الرقم سبعة وعشرين هاي صار عندنا الطفل الثاني أو الفرد الثاني من العينة وهكذا إلى أن نصل إلى خمسين طفل أتمنى تكون ورحة الفكرة ترجمة نانسي قنقر